افضل موبايلات فئة متوسطة انا جردتها بغض النظر خالص عن تسعيرها انا هكلمك عن موبايلات هتدفع فلوس فيها وتستسمر فيها فلوسك والموبايلات ده هتعود معك لسنين كتير مفاش اي مشكلة تماما انا ما وجيتش اي مشكلة في التعامل مع اي موبايل فيهم اغلب الموبايلات هتكون السنة دي وفي موبايلات لسه تجربتها عجباني من السنة اللي فاتت وما لهاش منافس من وجهة نظر الحد الان في فئتها السعرية قبل ما قولك اي حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك الراية واتفعل الجرح عشان يوصلك منها دايبة كل جديد عملت قناة جديدة اسمها حكوينة بتكلم فيها عن قصص حقيقية وفي قصص منها مرعبة وحاجات وتفاصيل كتيرة اتمنى انك انت تدعمني هسيب لك اللينك تحت في الدسكريبشن اما دلوقتي خلاني خدش في تفاصيل الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة امك ريفيوز واول موبايل محترم اوي انا لسه مجربه من كام يوم هو ال اوبو رينو 11 اف هتلاقى على دقة كبيرة اوي خلال الفترة دي لان الموبايل ده هو نسخة تبكي الاصل من الرينو 10 ورينو 11 مع تضحيات بسيطة جدا انت لو مستخدم عادي مش هتحتاجها اساسا سعر الموبايل بيتروح في حدود ال 12800 ل 12750 في الحدود ديك لو لقيت حد بيبيعه اغلى من كده بلاش تماما تشتري منه هتلاقيه عند الجيخ ستور او عند كوكو اند اس اهم ما يميز الموبايل ده من وجهة نظري الاداء الموبايل ده بيجي بنفس المعالج الموجود في الرينو 10 والرينو 11 دايمنستي 7050 معالج محترم جدا ومعاك 8 جيجا بايت رام 256 جيجا زكرات اخزانية هتاخد اداء حلو جدا كأنك ماسك الرينو 10 والرينو 11 اداء موبايلات ب17 و16000 جنيه موجودة في الموبايل ده شاشة احلى من الرينو 10 والرينو 11 كسطوع شاشة هنا سطوعها بيوصل ل1100 نتس والشاشة هنا قابلت 120 هرتز وكل حاجة انت بتلاقيها في الرينو 10 والرينو 11 موجودة في الشاشة دي ولكن الشاشة هنا مصطحة مش كيرو ودي ممكن تكون ميزة لاغلب الناس لان في ناس كتير جدا ما بتحبش الشاشة الكيرو لان ما بركبش علىها سكرين بروتكتور ولو ركبت علىها سكرين بروتكتور بتبدأ تفرغ من الجناب وشكلها بيبقى وحش 67 واط بطارية ممتازة 5000 ميلا امبير والموبايل معاكل اللي حاجته موجودة ما فيش اي مشكلة وفي كل المستشعرات شغالة بكفاءة اللي بيميز الرينو 11 والرينو 10 عن الموبايل ده ان الموبايل ما فيه السماعات استيريو والموبايل كمان تجربة الكاميرات بتاعته اقل شوية من الرينو 10 والرينو 11 الفرق الكبير قوي ان ما فيش كاميرا 2x لصور البورتريت بس دي ما فيش اي مشكلة تماما انت عشان تاخدها مع الرينو 10 والرينو 11 هتدفع 15 ده للرينو 10 وهتدفع 16 800 للرينو 11 فانا شايف ان اللي بيقدم قيمة من اوبوب كاد هو الرينو 11 اف الصفقة ممتازة تاني موبايل من رينو عجدني جدا بصراحة هو الرينو 12 الموبايل ده ممتاز وتكلمت في حقه كتير والسعره دلوقتي اعتبر كويس تسعتاشر تمنمية للنسخة الضمان الدولي اكتر حاجة شدت عيني في الموبايل ده التصميم اللي ما شفتش تصميم موبايل زيه الصراحة تاني اكتر حاجة عجبتني في الموبايل الاداء اليومي الاداء اليومي انا محترم قوي هنا معاك معالج سناب درجون سيفن اس جين تو معاك 12 جيجا وبيت رام 512 جيجا زاكرة تخزينية فانت متأمن بالنسبة لحجم الزاكرة التخزينية هو او ما بيدعمش تركيب كارت موماري بس انا مش احتاج اكتر من 512 جيجا والاداء اليومي كأنك ماسك موبايل في الاكشن الموضوع بيبان بقى لما تضغط على الموبايل اكتر واكتر وخصوصا لو انت غير مرتقيين فهو يب ادفع المتوسطة في الاول وفي الاخر بس كاستخدام عادي الموبايل ده سلس جدا جدا مع ودها نعمة زي وجهة ريلمي شاحن 67 واط بطارية ممتازة 5000 ميلا امبير تجربة كاميرات وتوليفة كاميرات لم يكن ليها مسيل لحد الان في الفقى المتوسطة كاميرا اساسية كاميرا الترا وايد وهنا السنسور من سوني بتاع الكاميرا الاساسية سنسور اي ام اكس 989 سنسور ممتاز جدا جدا وبطلع صور فعلا مبهرة للعين وخصوصا الكاميرا البرسكوب اللي بتوصل لمية وعشرين اكس ديجيتال زون وبتدي لك صور تلاتة اكس بورتري ممتازة الكاميرا الالترا وايد حلوة وكل حاجة ولكن ممكن تكون في موبايلات بتقدم تجربة كاميرات احسن منه كاميرا امامية شايفها برضو كويسة فالموبايل بالنسبة لي تقوليفها حلوة ولكن التصميم والاداء اليومي وتجربة الكاميرات الكاميرتين البريسكوب والعادية هم دول اكتر حاجات بتلمع في الموبايل ده وبتدي لك فعلا تجربة فوق من انت متخيب تلات موبايل تجربته حلوة جدا وال الاول مرة بقولها من شاومي فعلا موبايل متوازن هو ريدمي نوت ستين برو بلاس موبايل حلو فعلا وبيقدم اقوى الوصفات من شاومي في فئة عشرين الف او واحد وعشرين الف تصميم محترم جدا من الجلد وفي منه نسخ من الازاز وساكله شيك واول مرة بشوف تصميم بالشكل ده من شاومي مع دعم مقابل غبارة ومية بشكل كامل شاشة ممتازة اموليد وان بوينت فايف كي شاشة مية وعشرين هرتز سطوها بيوصل لالف وتمنمائة نتس والشاشة بتدعم الاتش دي وحوافها اصغر ما يكون قوة الموبايل ده فعلا هي الشاشة مفيش زيها في الفقى المتوسطة اداء محترم مع الدايمينيستي سبعة تناف امتين الترا ومعاك اتنشر جيجا بايت راند خمسمائة وتنشر برضو جيجا زكريات خزينية وما بيدعمش تركيب كارت موموري بس انت مش محتاجه ومعاك اداء قوي في الاداء اليومي واداء الالعاب هو اقوى من في الاداء الالعاب ولكن كاداء يومينا بفضل وجهة بس ده برضو ما يمنعش ان واجهة شاومي على الموبايل ده م يستقروا ما فيش ايه مشكلة وشالجالة بامتياز ما وجيتش ايه حاجة تجربة كاميرات حلوة كاميرا اساسية كاميرا الترويد كاميرا ماكرو بيدايقني في شاومي اني مفيش تطور في الكاميرات انهم يحطوا مسلا كاميرا تو اكس في البرتري او كاميرا سري اكس او كاميرا بريسكوب زي ما ريل ما عملت لا هنا الكاميرات في الوضع الطبيعي التوليفة اللي بنشوفها دايما في اغلب الموبايلات والصورة حلوة انا ما عنديش علاقة اي اعتراض تماما شاحن الساروخ مية وعشرين واط ب الموبايل والموبايل برضو في شبكات كويسة فده من ضمن الموبايلات القوية اللي انا برضو بحبها في الفقر المتوسطة بس لو تسألني تفضلي اكتر لان الكاميرات في الموبايل ده في حتة تانية الصراحة. واحد كمان من ضمن الموبايلات المحترمة هو موبايل سامسونج الجديد السامسونج اي خمسة وخمسين. تجربتي ما طولتش معها هو لسه تجربة مبدئية ولكن الموبايل محترم. ولأول مرة قدر اقولي ان معالج اجزيلوس قوية جدا عنك. الاجزيلوس الالف ربا مية وتمان من سامسونج وفعلا معالج محترم يعتمد عليه في الاداية اليوم وفي اداء الالعاب كمان ودي الاول مرة اقدر اقولها. مع حجم رام محترم جدا وحجم زاكرات اخزانية محترمة عندك من نسخ كتير تمانية متين ستة وخمسين وعا كزا. شاشة محترمة اموليد فول اتش دي بلاس مية وعشرين هارتز بتيجي بفوق الالف نتز. كعادة سامسونج والوانها حلوة قوي. تجربة كاميرات بقى ممتازة. هي مش افضل توليفة كاميرات ولكن كاميرا اساسية مرعبة اقوى كاميرا اساسية من وجهة نظري كمعاجد صور بتطلع منها. فعلا مبيرة وكاميرا التروية تليء من الفئة المتوسطة. كمان الموبايل بيجي التصميم فخم جدا من الازاز. فرين ممتاز وشكله شيك والموبايل فعلا محترم ومسكيته حلوة جدا. وطبعا البصمة شغلة بامتياز ما فيش اي مشكلة والموبايل يعتبر كويس بسماعات ستري وبكل حاجة انت عايزة. كعادة سامسونج والموبايل بعلبة فاضية تماما مفاجر وصلة شاحن. سرعة شاحن بطي ثلاثة ونصف ميلي ولكن كعادة الموبايل بقى دعم مقاومة الغبار والمية وده حاجة عجبانة جدا في سامسونج ان هما مستمرين يقدموا كده وكمان معاك دعم لسنين قدام. مع وعد من سامسونج بخمس سنين قضيته ده حاجة اعتبر كويس. واخر موبايل جديد انا جربته السنة دي اعتبر كويس هو البوكو اكس سكس برو. قبل ما تنفت تشتري الموبايل حبيب اقولك ان الموبايل ده لتجربة الجيمينج. لو انت جي مرتين ده موبايلك الاساسي. ده ي جيجا بايت رام خمسمية واثناشر جيجا زاكرية تخزينها تاخد اداء العب مرعب قوي. ولكن كاستخدام يومي انا قلت قبل كده في بقرناة كاملة بينه وبين الريدمي نوت سرتين برو بلاس والريلم تولف برو بلاس. انه مش احسن اداء يومي انا جربته. الشاشة حلوة جدا برضو نفس شاشة الريدمي نوت سرتين برو بلاس. ولكنها لا تدعم دول بس. تصميم الموبايل شغلان في منه من الجلد وفي منه من البلاستيك. معك شحن سبعة وستين وقت سماعات ست تجربة الالعاب. لو انت جيمر البوكو اختيارك. لكن لو بتاع تصوير وكده خليك في ريدمي نوت سرتين برو بلاس او ريلم تولف برو بلاس او سامسونج اي خمسة وخمسين كل دي موبايلات قوية فعلا في الفقر المتوسط. وفي موبايل زي النسنج فون تو اي موبايل محترم جدا تجربته كويسة وعجبتني جدا وبيجي مواصفات مخترمة قوي ولكن للأسف الموبايل مش متوفر في السوق المصري وان توفر بيكون فوق التلاتة وعشرين الف جنيفة انا شايف ان سعره م مصر لانه فعلا موبايل محترم واتمنى انهم يعملوا توكيل قريب في السوق المصري ويوفروا موبايلاتهم بسعار كويسة لان فعلا موبايل تجربته حلوة بس اللي ما نعني ان اتكلم عنه ان للأسف في ناس هتسمع مواصفات وتتعلق به وتسمع تجربته ومش هتعرف تشتريه. نيجي بقى لموبايلات من السنة اللي فاتت لسه عجباني حد دلوقتي. منهم سامسونج اربعة وتلاتين. اتكلمت فيه كتير. فيه شاشة اولد مئة وعشرين فيه كاميرات كويسة جدا كاميرا اساسية وكاميرا الترويد معالج محترم الف وتمانين. فالموبايل توليفة حلوة بسماعات استيريو بدعم مقابض غوارة ومية. يمكن تصميم الشاشة اللي ما بيعجيبش الناس كتير فيه ولكن الموبايل سعر حلوة دلوقتي. اتنشر الف وتمانمية تقريبا. فانا شايفوا صفقة قويسة. قصاد اللي كنين يعتبر ممتازين الصراحة اختاري اللي يعجبك على حسب تفضيلك انت للشركة. من ضمن الموبايلات المحترمة اوي مؤخرا والسامسونج اربعة وخمسين على الرغم من وجود الاي خمسة وخمسين بس ما زال موبايل محترم. سعره الوقت زابت قوي تلتاشر الف وخمسمية. مع افضل تجربة كاميرات في فقته فعلا لان الاي خمسة وخمسين فرق في السعر بينه محترم وبين الاي اربعة وخمسين. وبرضو الاكزينوس الف تلتمائة وتمانين المعالج الموجود في حلوة الاستخدامة اليومية ولكن مش لبتاعي الالعاب. لو انت جيمر ما نصحكش خلص انك تشتري الموبايل ده. في موبايلات كتيرة في الفقه المتوسطة انا ضربتها قويسة ولكن دول اهم الموبايلات اللي لسه لحد الان على رأس القائمة في جزء تاني ان الفيديو ده في موبايلات فوق متوسطة تانية كتير كنت حابب ان اتكلم عنها ولكن عشان الفيديو ما يطلش. وبس كده. وبكده نكون وصلنا لهاية الفيديو. اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك الرائع. واتفع على الجراش انا وصل لكم من اللقاء كل جديد. وكالعادة انتظرين الفيديو جديد. سلام.